يتفضل مدير القناة الأستاذ أهلاً وسهلاً أهلاً الأستاذ أحمد سالم أليافع إلى المنصة مشكوراً أهلاً بك سعادة الشيخ حمد بن ثامر الثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية أيها الحضور الكريم الزميلات والزملاء الكرام السلام عليكم نلتقي الليلة لكي نطلق العنانة للكلمة في الميدان فنحن نريدها كلمات عادية لكن كلمات عاديات نلتقي الليلة لنكمل المسيرة معاً نحو غاية أهم فلا نستوحش الطريق ولو قل سائره نلتقي الليلة وقد أصبح مداد الحقيقة أكثر وضوحاً حبر أبي لحقيقة ناصعة وحبر زائف يتلون وفق هوا صحابه يزحف بصمت من منابر تدعي التسامح وتنسج خطاباً للكراهية قد تداعي القوم على الكلمة حتى أدماها الأسى استهدفوا الصحفيين سجناً أو قتلاً وتقطيعاً وصل عدد الصحفيين القتلى إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات إغلاقات وتهديدات وفبركات وحملات تحريض وتشويه قام بها من حاصرتهم الكلمة الحرة نظموا جيوشاً لكن من ذباب سلحوها بأرباع الحقائق وأنصاف الخداع وكل الكراهية حرضوا على إغلاق قناة الجزيرة لكنهم فشلوا حرضوا على قصف قناة الجزيرة لعلهم يرتاحون من صوتها لكنهم فشلوا قالها المهات مغاندي ذات مرة في غمرة الكذب تستمر الحقيقة وفي غمرة الظلام يستمر النور نعم في غمرة الظلام يستمر النور ونقول جميعاً في غمرة الصدق تستمر الجزيرة هكذا هم فعلوا فماذا كنا فاعلين الجزيرة الجزيرة فتحت أبواباً جديدة في عقول وقلوب الملايين تغطيات غير مسبوقة وساحات جديدة وحصرية ومساحة لم تنقص من الرأي والرأي الآخر نقلنا قصة ضحايا مسجد النور في كرايستيرت وكنا مع كنداكا حبوبة آلاء صلاح أيقونة الثورة السودانية وخرجنا مع الخارجين السائرين في جمعات الجزائر ومصر وفي لبنان وفي العراق ونقلنا التصعيد الحاصل على ضفتي الخليج وفي بجيك وخريص وحقل الشيبة وكشفنا حجم الكارثة الإنسانية في اليمن وتكشف التحالفات ظلت كاميرا الجزيرة مرابطة على عتبات مسجد الأقصى تنقل نبض الشعب الفلسطيني كنا نصل باستمرار إلى قصص جديدة وجمهور جديد الزميلات والزملاء الكرام التقينا هنا العام الماضي وقطعنا معا عهدا أن نكتب فصلا جديدا في تحقيق تطلعات جمهورنا واليوم أقول لكم قطعنا شوطا كبيرا واشتهدت الجزيرة بل وتميزت في خلق معالجات للمحتوى الإخباري والبرامجي نظرة سريعة على حجم التفاعلات والمشاهدة لمحتوى قناة الجزيرة على كافة المنصات بالإجمال كفيلة بإخبارنا النتيجة في رقمين مهمين هذا العام ازدادت نسبة مشاهدة محتوى قناة الجزيرة مقارنة فقط بالعام الماضي ازدادت بنسبة 45% نعم 45% وتقول الإحصايات أيضا يا سادة أن المشاهدين قناة الجزيرة في الدول التي باتت تعرف بالدول الحصار ازدادت نسبة متابعتهم لمحتوى القناة هذا العام مقارنة فقط بالعام الماضي مئة وعشرين بالمئة نعم مئة وعشرين بالمئة تخيلوا الظاهر أن أنظمة تلك الدول عندما تبنت سياسات تحريض وتشويه ضد القناة لم تكن تعلم أن خطابها سيرتد عليها فلأنه لم يعد حتى مقنعا لمواطنيها ثقة نعتز بها لجمهورنا في كل مكان ونجدد العهد بهم سعادة رئيس مجلس الإدارة الحفل الكريم نعم ظلت الكلمة تواجه بالقوة ونحن نواجه ظلام السلطات الكارهة لحرية الكلمة علينا أن نوقد ثراج الكلمة بالمعرفة وامتلاق المعرفة لم يعد الآن القوة بعينه بل وصول إليه وإلى تطبيقاته هي القوة بذاتها اليوم يقف أمامنا تحدي كبير في بناء هذه المعرفة إنها حقبة الذكاء الاصطناعي حقبة ما بعد الصحافة التقليدية وصحافة المواطن وهو استدراك ما قد يتشكل من أحداث قبل أن تصبح قصص وأخبار إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وفهمه ومعرفته في مجال الإعلام يا سادة سيتيح لنا أن نختصر الوقت سيتيح لنا أن نتصدى للأخبار الزائفة سيتيح لنا أن نعيد النظر لما يمر أمامنا من قصص فنربط فيما بينها ونحلل في صحافة معمقة وجذابة سؤالي اليكم اليوم جميعاً صناع محتوى إعلامي ومشاهدين سؤالي اليكم اليوم يخرج بنا من منطقة اعتدنا عليها كثيراً تصوروا معي السيناريو التالي بدلاً من أن نغطي خبر سقوط ضحايا لخطاب الكراهية بدلاً من أن ننتظر وقوع الحادثة فنخبركم عنه بدلاً من كل ذلك أن ننبه العالم أن خطاباً للكراهية ينسج في مكان ما ولعل الخبر الأجمل يكون حينئذ الكشف عن صانع الكراهية كم ستكون قصصنا أكثر إنسانية وأقل وحشية الزميلات والزملاء الكرام هذه فرصتنا اليوم جميعاً أن يلحقنا الآخرون في رحلتنا إلى المستقبل ولا ننتظر اللحاق بالركب هذه فرصتنا اليوم جميعاً أن نبني جسراً ينقلنا من غرف الأخبار الحالية إلى غرف أخبار ذات واقع جديد تستخدم فيها أدوات المستقبل هذه فرصتنا اليوم جميعاً أن نروي قصص الناس الذين آمنوا برسالة الجزيرة ولا نخذ لهم ونتركهم بمشاريع وهمية خادعة ليس للإنسان فيها قيمة هذه فرصتنا اليوم جميعاً أن نبني مشروعنا على إرث عظيم ولا نسمح لأحد أن يطفي النور الذي أوقدته الجزيرة في لحظة تاريخية من مراحل تحول الإعلام ففي واقعنا الحالي الجزيرة لم تعد خياراً الجزيرة ضرورة حضارية تلهم الإنسان أن يرى العالم بعينيه لا بعيون الآخرين هذه هي الجزيرة وهذه دعوة لكم جميعاً أن نكمل المسيرة معاً نحو المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله شكراً